اشتركوا في القناة 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 واكمل حديثه بالقول كل فرق في النصف النهائي وحتى الربع النهائي يمتلكون مؤهلات مستوعاننا لقد ركزنا على المنافس ودرسنا بعض النقاط قوتهم الهجومية وكذا نقاط ضغطهم سنصنع التقى في مؤهلات كل لعب وسنحاول ايجاد مكان للخلل واستغلالها واختتم المدرب حديثه بالقول الاحسائيات تصب لصالحنا لكن احسائيات تخص الماضي بالنظر الى هذا الموسم اجد ان ساندونز فارق ممتاز لقد تعادلوا في مباراتين فقط وفازوا بالباقي كما انهم سجلوا في كل مباريات انهم يمتلكون فارقا جيدا واجدوا انهم مرشحين للفوز بهذه النسخة اكثر منها تتواصل ردود الافعال الى مرياضي الانجليزي بشأن تعرض دول مغربي حاكم زياج لصافرات الاستيجان من قبل فئة من انصار ناديه تشلسية يقب دخوله بديلا في مباراة فريقه الاخيرة ضد برون مونت لمن منافسات البرومير ليغ لكرة القدم مستغربا غياب اي دفاع للقيام بتصرف مثل هذا ضد اللاعب لم يحضر بفرص حقيقية داخل النادي رغم تعاقب مع اكثر من ثلاث مدربين على الطاقمه الثقني خلال السنوات الثلاثة الماضية وتفاعل الدولي الاكسكولاندي باتنيف المهاجم السابق لبلوز مع استياء جماهره ضد الدولي المغربي حاكم زياج وزميله راحيم سيرلينغ على الموقع الرسمي تشيسي بالقول الجدير ويتكر ان اللاعبين معنا لم يحضر بافضل استقبال مع بعض المشجعين عندما خرجا من مقاعد البدلاء على الجهة الجنوبية من الملعب واضاف قائلا لا ينبغي ان يأخذ حاكم زياج والسيرلينغ الامر على محمل شخصي فقط المشجعون يتوقعون المزيد من اللاعبين اظهروا في الماضي انهم يتمتعون بجودة حقيقية خاصة على المستوى الابداع وتابع قائلا وربما كافحوا ليكون في افضل حالتهم هذا الموسم ولكن في هذا الظروف يمكن ان تتفاعل بطريقتين اما ان تنزعج وتشعر بانك لا تحضر باحترام او الخروج واذهار ما يمكنك تقديمه من ابداع اكد المغربي عبد المنعيم بطويلا مدافع معلود ساندونز للجنوب الافريقي ان هذا الاخير يعتبر الاقوى فريقا هذا الموسم موشر الى انه سيسعى لتقديم مستوى كبير والعودة بالانتصار من الدار البيضاء وان تخوف الوحيد الذي يصادف فريقه هو جمهور الفريق الاحمر والضغط الذي سيمارس عليهم في المباراة وقال بطويلا خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة الحمد لله وفقت في ان العب لفريق من منظوري وهو الاقوى فريقا هذا السنة ويلعب من اجل الضفر بلقب دور ابطال افريقيا نطمح الى تقديم مستوى كبير والعودة بالانتصار من الدار البيضاء امام جمهور كبير قد يكون ضغطه هو العائق الوحيد الذي يتخوف منها وتابع حديثه بالقول بعد انقضاء فترى ستة اشهر من اعارة رفقة الرجاء كان علي في البداية ان استرجع ليقتي وان اندمج رفقة الفريق في اجواء جنوب افريقيا واختشم قائلنا تعرضت لاصابة وحاولت مقاومتها لكن الامر ازداد صعوبة واجريت عملية جراحية في شهر يناير والحمد لله عدت بفضل العمل الذي قام به طاقم طبي والثقني وتوفرت لجميع الظروف لكي استرجع مستوى حسنتي حسنت الكون فيدرالي الافريقي لكرة القدم بشكل رسمي في هوية حكم مباراة المنتخب المغربي وجنوب افريقيا عين الاتحاد الافريقي لكرة القدم الحكم الشادي حاجي الاول محامة لقيادة المباراة التي ستجمع بين المنتخب الوطني ونضيه الجنوب الافريقي بمدينة جوهانسبورغ وانطت الكاف مهمة الحكمين المساعدين لكل من الكاميروني الفيس كاينبو والشادي عيسى يهياء وقرر ان تلعب مباراة في السابع عشر من شهر يونيو المقبل بداية من الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي وخامس عصرا بالتوقيت المغربي وضمن المنتخب المغربي التأهل الى كأس امم افريقيا الكودي فوار الفين واربع وعشون بدأ انتصاره في مبارتين في مجموع تضمن وشلاج منتخبات الاخير شكرا على حسن المشاهدة لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد اخبار المغربية